اشتركوا في القناة ماما البنات في المدرسة بيفضل يقولوا علي ان انا وحشة لا يا حبيبتي انت مش وحشة ولا حاجة انت بالعكس جميلة قوي لا يا ماما انت بتكذب علي ما انفعش تقولي المامتك كده وبعدين مش بكذب عليك انا بقولك الحقيقة لا يا ماما هم فعل على المامحة انا وحشة جدا لا لا مين قال كده بس يلا بس عشان تروح المدرسة يا ماما لو سمحت اخد اجهزة النهاردة بس لا مش هينفع لم تحنا تقربت و لازم تروح المدرسة طب يا ماما لو رحت والمدرسين هناك قاعدوا يتريقوا علي كمان التلميذ هعمل ايه؟ المدرسين اكيد مش يتريقوا عليك لا يا ماما بالتريقوا علي يفدل يقولوا علي وحشة لا اكيد ما قالوش كده يلا بس يا ماما صدقيني يا ماما ليه مش عايزة تصدقيني يلا بقى يا ماما هتدخاري يلا حاضر يا ماما هو يا ترى فعلا المدرسين والتلميذ بيقولوا عنها كده ولا هي مسا ممكن بتقول الكلام ده عشان هي يتغيب من المدرسة هي يمكن اه ممكن يكون جمالها مختلف عن باقة البنات يعني وحشة مش مشكلة انا بقى اسأل المديرها بعدين ماما خلاص انا انجزت عملت ايه يعني يا مونة غسلت وشي يا ماما بس كده طيب المفروض تغسلي سنانك ومفروض تصراحي شعرك يا مونة مش كده يا ماما شعري معا قد قوي مش عايزة صراحي يا ماما بيوجعني وبعدين فيك يا مونة وبعدين كم مرة قولك ما تناميش بلبس المدرسة كده هيكرمش من يا ماما بلانبي في الليل عشان بتكسل لانها لبيزة الصبح لقا مش ينفع كده يا مونة مش ينفع المفروض تهتمي بنفسك شوية يا مونة ههتمي بنفسي لي يا ماما وانا كده كده اصلا وحشة اللي هيفرق مين قال لان انت وحشة الناس كلها بتقول عني وحشة يا ماما وانت مش عايزة تصدقيني يلا بقى يا ماما سلامنا هروح المدرسة يا مونة استني يا رب البنت دي عني ده قوي بس هتبقى فعلا مشكلة والبنات بيتنمروا عليها في المدرسة لان كده هتقلص وقطع في نفسها بس هماني البنات كده يفضلوا يقولوا عنها وحشة مع انها يعني عادية هي ممكن ايكون جمالها مختلف بس في الاخر جميلة برضو مونة قفي عندك نعم يا ميس ايه متأخر النهاردة وكمان كل يوم بتجي متأخر مش ينفع كده يا مونة مش ينفع معلش يا ميس انا اسفة جدا بس يعني كان فيه زحمة يعني في المواصلات وكده زي حجة كل يوم على فكرة بقى يا مونة انا لازم اشتكيك للمامتك معلش يا ميس انا اسفة اخر مرة عارفة لو عملتها تاني صدقنا انها روح اقول للمامتك على طول خلاص يا ميس انا اسفة مش عمل كده تاني طيب يلا عاضي حاضر يا ربي هوانا ليه حصلي كده ليه دايما انت بتعاضي جمبي هو فيها اي يعني لو قعدت جمبك ريحتك وحشة جدا لا على فكرة انا ريحتي مفعش حاجة انت اللي ريحتك وحشة لأ ما تقوليش كده انا رشيت برفين قبلا ما جي ماشي وانا مالي يعني انا ما فياش ريحة ولا حاجة انا ريحتي حلوة يو بقى ما تتكلميش عشان بتطلع منك ريحة وحشة كمان اسكوتي يعني انت كمان ريحتك وحشة ومعفنة وقبيحة يا بنات ركزوا معايا هنا ما حدش يتكلم معا اللي جنبه حاضر يا ميس حاضر يا ميس هوافن الكتب اللي مفروض ده ان احنا ناخدها اه صح ان انسيت معلش انا هروح دلوقت اللي اصطف بتاعها هجيب من الكتب بسرعة وهارجع ماشي لا عادي يا ميس ما فيش مشكلة طيب انا هروح بسرعة لو سمحت ما تعملوش دوشة يلا سلام يا عيني عليك يا كرمة قعدة جنب منها لما تقولي اسمي الاول صح بعد كده اتكلمي علي انا اسمي مونا مش منها مش هتفرق اساسا المهم ان انت قبيحة وخلاص يا بنات هي فلن وحشة جدا وشكلها وحش وكمان ريحتها اوحش معلش معلش يو بقى هوا انتوا بتستفدوا ايه لما تتنمروا علي كده احنا مش بنستفد حاجة بس انت فعلا وحشة احنا بنقولك الحقيقة يا بنات انا جيت يو بقى كده مش هينفع كده يا كرمة يلا عوزي مكانك حضر يمي اسمي عليش ان اسفة طيب يا بنات اهيكوتب دلوقتي بقى هنعرف نشرح لا لو سمحت ما تعوضيش هنا ليه يعني ما عودش هنا هو كده ده مكاني وانا مش عايز حد يقعد معي وما فيش مكان تاني يعود فيه لازم يعود هنا يعني هعمل ايه لا لو سمحت انت بجد شكلك وحش جدا ومش بحب اعود قدام حد شكل وحش زيك كده لو سمحت ما تخلطيش فيه بس هي دي الحقيقة وبعدين ريحتك اوحش بكتير يلا امي من هنا لا انا مش اقوم يوه انا اللي هقوم من هنا الصراحة يعني يا كرما انت معاك حق في كل كلمة قلتيها فعلا البنت وحشة جدا ايوه بصوا من اخرها عاملة ازاي ولا حواجبها دي حاجة تانية خالص ايوه وشعرها وحش جدا يوه انا زيئتي بقى كل شوية تفضلوا تتنمروا علي تتنمروا علي على الفكر انا عندي مشاعر زيكم يعني مش هتفرق معينا عشان انت في الاخر وحشة فمش تفرق عندك مشاعر او ما عندك يش طب ايه رأيكم بقى انا مش اقعد هنا ها انا همشي امشي احسن اصلا يعني مش هتفرق معكم لا طبعا مش هتفرق معينا ده بالعكس انت كده هتخلي الجو احلب كتير يعني على الا ما يبقاش قعد معنا بوما في القعدة طيب خلاص انا همشي بقى ومش عايز اقعد معكم تاني ايوه كده احسن بكتير جدا ايوه معاك حق الصراحة يا بنات لو جات تاني يقولولها هتمشي عشان هي وحشة وبوما تمام؟ طيب ماشي ايه رأيكم نديلها لقب؟ ممكن البوما؟ لا هلأ حاجة جديدة الغولة ايوه حلوة اوي الغولة هنسميها الغولة ايوه فعلا ايوه رأيك يا بسانت في لقب الغولة؟ ايوه حلو جدا هنسميها من هنا ورايح الغولة ازايك يا مونة عملت النهاردة في المدرسة؟ يا مونة المدرسة وحشة جدا وانا مش عايز روح المدرسة تاني ليه بس كده يا مونة ايوه حصل؟ يا مونة البنات هناك بيفضلوا يتمروا علي ويفضلوا يقولوا ان انا وحشة لا يا حبيبتي انت مش وحشة انت جمالك مختلف لا يا مونة انا وحشة خلاص انا عرفت وكمان بيقولوا قال ايه هيسمون الغولة؟ الغولة مش هينفع كده انا مفروض اقول للمدرسة المدرسة اصلا مش اتعمل حاجة عشان المدرسة اساسا بتكرهني بتكرهك ليه يعني؟ عشان بيجي متأخر معالش يا مونة يا حبيبتي معالش يعني يا مونة كده مش هتخالينا نروح المدرسة تاني؟ لا يا مونة يا حبيبتي مش هينفع اما تروحش المدرسة انا بقولك الامتحانات قرّبت يعني مفروض تذكري كويس وليسين كل يوم تروح المدرسة يا ماما بس انا مش عايز اروح بيفضلوا يتريقوا علي يا ماما وكبان بيقولوا علي غولة مش ينفع كده معلش يا حبيبتي معلش استحملي هم كام يوم واهتمتحني بعد كده اخذ الاجازة تمام بس يا ماما مش عايز اروح لو سمحتي لا يا ماما منفعش طيب يا ماما خلاص انا هنروح بس بشرط ايه هو الشرط ان انت تخلينا حط ميكياج لا طبعا يا ماما مش هينفع يا حبيبتي انت لس صغيرة عالكلام ده يا ماما علش يا ماما عايز احط ميكياج عشان يكون شكلي حلو يا حبيبتي انت لشكلك حلو لا يا ماما انا شكلي وحش لو سمحت يا ماما خليني احط ميكياج لا لا يا ماما مش هينفع مستحيل ليه يا ماما مستحيل ليه كده يا ماما مش هينفع انت لس صغيرة عالميكياج خلاص بقى يا ماما شروح المدرسة لا هتروح يا ماما مش اروح الميكياج قال دي حتى لس ما كملتش 11 سنة عشان تحط ميكياج المفروض اللي امتحان قرب وانا كله تفكيري بس في شكلي حتى مش عارفة ذاكر نفسي لو كان شكل حلو زي بقية البنات شعرهم حلو وطويل وناعم واللي شعره أصفر واللي شعره أسود يا سلام لو كنت زيهم بس انا شعري وحش جدا وقشل وكمان لونه مش حلو وحواجب عاملة زي حاجب أمينا الغولة ومناخيري كبيرة جدا حتى بشرتي فيها مشكل كتير قوي مش عارفة عملية وما كانش فيه غر حلو واحد اللي هو المكياج حتى مامش موافقة عليه طيب خلاص انا جات لفكرة انا ممكن اجيب مكياج وحطه من وراء ماما ولما انزل احطه في الأسنسير عشان انا مش عايز اندل بشكل ده تاني خلاصا النهار ده ممكن اروح واشتري مكياج وابقى احطه منغلة ما ماما تعرف وطبعا هاشتري باروكا واكيد في الاخره هيبقى شكل حلو لان انا هحط بقى حاجات على بشرتي فلون البشرة عيتغير وكمان هحط مسكارة فلمشي هتطول وكمان هحاول ان انا اعمل مكياج عشان مناخري تصغر واكيد شكل في الاخر هيكون حلو خلاص كده كفاية مذاكرة للنهار ده انا هاخد الشنطة بتاعتي وانزل المول عشان اشتري شوية مكياج دلوقتي بقى هروح المول ماما نازلة رايحة فين رايح اشتري شوية حاجات من المول هتشتري ايه يعني من المول هشتري حاجاتها احتاجها في المامتحانات وكده يعني مساء المصطرة وإلام جاف كده يعني طيب ماشي خلي بالك من نفسك حضر يا ماما لو اي حد دايقك في المول او كلمك او قالك انت وحشة او اي حاجة ما تسمع لوجه تمام روحي البيت وما ترديش عليه حضر يا ماما حدش هيقولي كده اساسا ما انت دايما بتقوليني ان الكل بيقولك كده ايوة يا ماما في المدرسة بس في المول ما اعتقدش ان هيكون في حد يقولي كده طيب ماشي خلي بالك من نفسك حضر يا ماما سلام سلام حاجات ايه اللي هي هتجيبها من المول وهي اسان عندها مصطرة وقستيكة وقلام جاف وعندها كل الحاجات دي في البيت يا طرح هتروح تجيب ايه او ممكن يعني الحاجات اللي عندها بوزت وكده فعايزة تجيب جديد مم ممكن اخيرا وصلت المول دلوقتي بقا هروح على قسم المكياج وهشتري كل الحاجات اللي انا عايزاها بعد كده بقا هروح اشتري باروكة وفي الاخر هحط الحاجات دي في الشنطة وهروح ولما اجي عشان انزل المدرسة هركب الحاجات دي كلها من غلال ما ما تعرف واكيد هيكون شكل حلو لو سمحت انا كنت عايزة اشتري مكياج ايوة عندنا انواع كتيرة عايزة ان هي نوع اه يعني اي اي نوع يعني مكياج يكون حلو كده طيب حضرتك عاوزة ايه بالزبط في المكياج يعني في حاجات كتيرة يعني في ايه في المكياج عشان انا مش عارفة طيب هوا انت اصلا عندك كم سنع انا عندي عشرة ونص ما هو مش هينفع تجيبي مكياج يعني انت لسه صغيرة لا انا جايبها الماما عشان عشان عاد ميلادها طيب ماشي احنا عندنا اي لاينر عندنا مسكرة كونسيلر روج ام في اي شادو في حالات كتيرة طيب انا عايزة حاجة تغير لون البشرة شوية تخليها افتح ايوة يعني نفس درجتي كده بس افتح شوية طيب ماشي هو ده حلو جدا تمام شكرا وعايزة يعني حاجة تطول الرموش وعايزة انت مالك متوطرة كده لا لا مش متوطرة ولا حاجة وعايزة روج وكمان بلاشر طيب ماشي هجيبلك الحاجات دي كلها كويس ان انا عرف تكذب عليها وقلها الحاجات دي بتاعت ماما مش بتاعتي ان لو كانت بتاعتي اكيد كان مش هدخلين اشتري اهي الحاجات طيب سعرها كام خمسمائة جنيه خمسمائة ايوة خمسمائة طيب ماشي يا ربي هوليسه عرغالي كده ما كنتش عارف ان المكياج بيكون غالي شكرا اللي عافوا على اي تعالي في اي وقت ماش شكرا البنت دي انا عرفاها اعتقد هي دي اللي مع بنتي في المدرسة بس اللي انا عرفه ان عند ملاد مامتها مش في الشهر ده اعتقد بعض دلات شهور او حاجة يمكن تكون بتجذب عشان تاخد المكياج ايوة صح ممكن تكون جابت مكياج عشان البنت بيتنمروا عليها في المدرسة ويقولوا ان هي مش حلوة خلاص انا ماليش دعوة اما حاجة ان انا بعتلها انا المفروض بقى دلوقت هروح اشتري البروكة وبعد كده هروحها البيت وبكرا لما يكون اللي امتحان هلبس الحاجات ذي كلها وحط المكياج وهنزل يا ربي انا النهاردة كده المفروض ان المتحان طيب المفروض اعمل ايه بسرعة ارجع ولا حط المكياج بتاعي انا هحط المكياج وهلبس البروكة بس الاول هلبس لبس المدرسة دلوقت بقى حط المكياج بتاعي يربي يكون شكل حلو هتبقى مشكلة لو ماما صحيت لا لا ان شاء الله مش هتصحى دلوقت بقى حط المكياج بتاعي ايه ده ازاي انا اتغيرت كده ده نبقت جميلة قوي اول مرة شاف نفسي جميلة كمان شعري حلو ولون جميل ولون بشارتي بقى حلو قوي ورموشي تولت واغدوتي بقت حمرة الله انا بقت جميلة زيهم انا بجد مش مصدقة نفسي المكياج ده مسحري لو حد في المدرسة قال لي ازاي شكلك يتغير كده اقول لهم انا اثاني كنت جميلة بس كنت بخب جمالي بجدنا فرحان قوي يلا بقى دلوقتي اروح الامتحان والنهار ده اسعد دي وفي حياتي ياميس هوا ده الامتحان ايوه هو الامتحان ده باين عليه صعب جدا لا 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 مش صعب ولا حاجة ما تقلقوش طيب ياميس ها نستلم الورق امتى عشان نمتحن كمان شوية وكمان البنت اللي سمها منا دي لسه ما جاتش ايوه ياميس فعلا دايما بتتأخر البنت دي مشكلة كل مرة بتتأخر كل يوم معلش هاميس اسفع التأخير يا حبيبتي ده مش فصلك انت ممكن تكون في الفصل التاني وتلغبطي لا لا ده الفصل بتاعي ياميس انا مونة مونة ازاي يعني انت مونة انت بتستهبير علي ولا ايه والله ياميس انا مونة بس يعني قلت ان انا نشيل البروكة واغير من شكل شوية ايه دا يعني دا شكلك الحقيقي ايه ايه انا كنت بخب جمالي ايه ايه الكلام دا يا مونة يعني اول مرة باسمع الكلام دا مانا دايما بخب جمالي دا من عادات وتقاليد العيلة طيب ماشي يلا عوضي طيب ايه دا ازاي بقى شكلها حلو كده مش اعارفة والله دا شكلها دغير 360 درجة ايوه معك حق طيب يعني ليه يا مونة مع انك كنت بتتعرزي للتنمر عشان شكلك وكده ليه دايما ما كنتش تجي بشكلك الحقيقي ايه كده كنت بخاف من الحسد يعني اه ماشي ماشي شكلك بقى جميل قوي يا مونة ايه رأيك نكون صحاب ام هفكر يلا يلا ما تبقش متكبرة منسي كنت بتتنمر علي عايزة مني ايه يعني معلش سامحيني كنت فكرة ان انت وحشة بس انت طلعت جميلة نكون صحاب ولا ايه طيب ماشي ايه حاجة حلوة جدا ايه فعلا اول مرة يكون عندي صحاب اه صح يا بنات كنت عايزة اقولكم على حاجة نعم يا ميس طبعا بما اننا النهاردة اخر يوم مدرسة ايه اخيرا طبعا بقى قلنا ان احنا نعمل لكم رحلة وكده رحلة ايه رحلة الله انا فرحانة جدا ايه انا بحب الرحلات الرحلة هتكون لنادي البطيخ نادي البطيخ ايه ايه في بقى مسابح وحاجات كده وفيما رجيح حاجات جميلة جدا طيب هنروح امتى بعد اسبوع اي حد حبب يجي يقول لي عشان اسجل اسمه طيب انا اكد هجي وانا برضو ايه رأيك نروح ايه طبعا يا بنتي طيب ما تنسوش بقى الرحلة الاسبوع الجاي تمام حضر يميس انا متحميسة قوي عشان النهاردة بقى هنروح الرحلة وهنروح النادي بتاع البطيخ وطبعا بقى يكون في ملاهي وبسين وحاجات حلو قوي دلوقتي بقى انا هغير وبعد كده هحط المكيش بتاعي والبس البروك لا اده في مشكلة هناك هيكون في مية وحاجات كتير والمكيش بيتشال من المية يا رب هعمل ايه لو كنت بعمه فجأة رجع شكلي الطبيعي الناس كلها هتضحك علي انا شكلي كده هروحه هغير جوه وخلاص مش لازم انزل البسين ولا اركب اي مراجيح يا ريتني لو كان شكلي الحقيقة هو حلو من غير مكيش كنت بقى فرحون وكنت اعمل كل حاجة انا عايزاها لكن للأسف عشان احط مكيش مجين في عنزل البسين انا هجزت دلوقتي بقى هروح وهاخد شنطة المكيش معي عشان احصل اي حاجة اعدل على المكيش بسرعة دلوقتي بقى هروحنا متحمسة جدا الله المكان سكله حلو جدا ايوه شكلينا هنستمتع انا بجد مبسوطة قوي مو انت نمجيبتوش المايوب بتاعك كده مشينفع تنزلي البسين ايوه منا مشينفع انزل ليه طيب لا مش عايز انزل الصراحة بخاف من الميا طيب براحتك ليه يا بنتك ونه هننزل مع بعض معلش بقى معلش طيب يلا بقى يا بنات عشان نبدأ ان احنا ننزل البسين ونركب المرجاح والحاجات اللي زي كده طيب يلا يا بنات تعالوا معي انا شفت هناك مرجاح حلو جدا طيب يلا نروح انت مش تجي معنا يا منا ولا ايه لا للأسف مشينفعي يا بنت ازاي جيت ازل الراحلة وانت بتخافي من الميا ما معرفش بقى انا يعني شفت ده بعدين طيب براحتك شكلها غريبة قوي ايوه فعلا في حاجة لا لا ولا حاجة يلا يا بنات يلا يلا يا ربنا خايف الحسن البنات اكتشف حقيقتي حقيقة ايه اللي انت بتقولي عليها يا منا لا ولا حاجة يا ميس يعني ولا حاجة طيب عموما براحتك لو عايزة تيجي تكليم معي انا هروح هيكل طيب ماشي يا منا الصراحة انا حاس ان انت في حاجة مخبيها علينا لا يا ميس مش مخبيها عليكم حاجة ولا حاجة يعني عادي لا اصلا الصراحة الموضوع غريب اول مرة شكلك يتغير كده وبتقولي ان انت خايفة من الحسد عشان كده بتخبي جمالك وبعد كده تيجي الرحلة وتقولي ان انت مش عايزة تنزلي ليه يعني لا عادي عشان بعدا لما جيت وكده لقيت ان المكان كله ميا وان قسان عندي فوبيا من الميا يعني غريبة عموما انا هسيبك براحتك يلا بقى سلام سلام يا ربي كده المدرسة بدأت تشوكي فيا انا خايف لحسن حد يعرف حقيقتي ولو عارفوا اكيد كلهم هيتحكوا علي وما حدش هيكلمني تاني وكمان هيتنمروا علي اكتر من الاول يا سلام ده فيه العاب كتير اوي حلوة وانا مش عارف هركب ولا لعبة منهم كل ده عشان جمالي مزيف ياريت لو كان جمالي حقيقي كنت هركب زمان المرجحة دي الصراحة طحفة اوي وشكلها جميل والناس كلها بتركبها والناس كلهم مستمتعين الانا مونة صح كنت عايز اقولك على حاجة نعم يا ماما بنت خلتك هتيجي وتقعد معنا بنت خلتك يا ماما تعرف ان انا مش بحبها ليه يعني كده يا مونة ليه دي بنت خلتك يعني زي اختك بالضبط ما نعرف يا ماما بس هي بتفضل تتنمر علي وتفضل تقول على شكلي وحشة لا لا مش هتقولك كده ما تلاقيش كل مرة بتقول لي كده وفي الاخر بترجع وتفضل تتنمر علي لا ما تخافيش يا مونة خلاص هي هتيجي جمانش ويرعبوا مع بعض وكده يعني طيب يا ماما ماشي انا هدخل قطي ليه يعني في حاجة لا لا خليها ما تيجي تدخل عندي طيب ماشي انا بقى لما بنت خلت سيجي اول لما سيجي هتفضل بقى تتنمر علي وبعد كده هقول لها ان انا بخبي جمالي واروحها وحطه من كياج وقول لها ده شكل حقيقي يارب بس تصدق اعتقد ان هي تصدق لان هي بتصدق اي حيل انا هفضل بقى قعدة مستنيها هنا وعبال لما هي تيجي وبعد كده هتحك عليها ازايك يا وحشة اصد يا مونة ما عليتش تلغبط لا اعادي يا بنت خلت على الفكرة ان لي اسمي اسمي سما ما انا عارفة ما انا عارفة الصراحة يعني انت شكلك مش حلوة قوي على الفكرة انت كلما بتشوفيني بتقولي نفسك يا مونة حبسته خلاص طيب ماشي انا بس كنت بقولك مع اني نص العيلة اصلا شعرها ناعم وعنها حلوة والموشة طويلة بس انت مش عارفة طالع علمين الصراحة يعني مفيش حد وحش عندنا في العيلة كلهم جمال معا دا انت طبعا على الفكرة بقى انا جميلة زيهم يعني ايه جميلة زيهم انا اجمل منهم كمان لا انت مش جميلة ولا حاجة دا انت شبه البومة لا على الفكرة انا جميلة وكمان اجمل واحدة في العيلة بس انا بخبي جمالي الحقيقي يعني ايه بتخبي جمالك الحقيقي انا اصلا شكلي مش كده في الحقيقة بس دايما الموة بتعملي كده في شكلي عشان ما يحسدونيش يعني انا بخبيه جمالي يعني ده مش شكل الحقيقي طيب وريني بقى شكلك الحقيقي لو انت بتقولي الحق ايو انا بقولي الحق وهوريكي ثواني وهارجع طيب اكيد يعني بتجدب بس هتكون مشكلة لو فعلا هي بتخبي جمالها لو طرعت بقى احلى مني انا جيت يا سامة مستعدة تشوفيني ايه ده مستحيل تكون انت لا على الفكرة ده شكلي حقيقي وانا دايما كنت بخبي شكلي حقيقي من زمان هو انت فعلا دي يعني ده مساهم مش عمليات تجميلة او اي حاجة هل حق عمل عمليات تجميلة ازاي يعني ايو صح معك يا حق ده انت تلقتي حلوة قوي عشان تعرفي بقى ان انا فعلا احلى حد في العيلة فعلا دي زلعت حقيقة للأسف للأسف انت شكلك بقى غيرانة مني لا مش غيرانة منك وبردو هفضل احلى منك دايما لا على فكرة احلى بكتير طيب ليه ما كنتش بتبيني جمالك الحقيقي من زمان عشان ماما بتحبش كده طيب سوا اني هروح اعمل حاجة وارجع طيب من استجمى مش عارفة تعمل ايه يا عيني طبعا منكي ده الشكل احلى بكتير خالتو ممكن اسألك سؤال اتفضلي يا سما هو ليه يعني كل ده مونة بتخبي جمالها الحقيقي يعني ايه بتخبي جمالها الحقيقي يا سما مش فاهمة اول لما دخلت كانت واحدة وبعد جاية بتقول انا كل ده بخبي جمالي رجعت لقيتها واحدة تانية تاني يعني ايه تانية يعني شعرها حلوة ولونه برتقاني ورمشها طويلة ومناخرها حلوة اوي شكلها تغير هي فعلا كل ده كان بتخبي جمالها ليه كنت بتخليها تخبي جمالها يعني ايه بتخبي جمالها طوله عمرها مونة واحدة يعني عمرها ما غيرت في شكلها حاجة بس هي فعلا شكلها تغير اتخلي شو فيها لحسن تكون بتحط ميكياج من ورايا ميكياج؟ يعني ده مش شكلها؟ اصبري بس يا سامان هادخل دلوقتي عشان اتصرف معي مونة ماما إيه اللي انت عاملاه في شكلك ده؟ انت بتحط ميكياج من ورايا وكمان مركبة بروكة؟ ماشي يا مونة أنا هوريكي يا ماما لو سمحتي سامحيني يا ماما لو سمحتي كده برضو يا مونة انا قلتلك لأ عن ميكياج يعني لأ وانت تروح تحطيه من ورايا بقى لك بقى قدي بتحطيه مثلا اصبوعين او حاجة اصبوعين؟ يعني كنت كمان كنت بتروح وجدبتي على الناس كلها يا مونة ما يا ماما صراحة انا وحشة قوي ومش عايزة كده فحاولت ان انا حط ميكياج عشان يكون شكل حلو زي بقيت البنات يا مونة كده مش جمال خالص انت كده مش جميلة ده كده جمال مزيف جمال مزيف؟ ايوة انت كده مش حقية انت كده مزيفة المفروض تكوني على حقيقتك وبعدين كلنا عارفين ان الجمال جمال الروح مش هتفرق شكلك حلو او لا اهم حاجة تكوني حلوة من جوة مش حلوة من برا وفي الاخر الجمال هيعمل لنا ايه مش هيرفعنا درجات في المجتمع يعني ومش هيعمل لنا حاجة ايوة صح معاكي حق واللي انت بتعملي ده اسمه جمال مزيف عشان كده يا مونة لازم تكوني على حقيقتك وخليك دايما عارف ان الجمال جمال الروح حاطر يا مونة انا مش هعمل كده تاني معلش سامحيني طيب يا مونة خلاص انا هسامحك اشتركوا في القناة 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 شكرا